السلام عليكم أهلا بكم في درس كلمات جديد ولسا مستمرين في كورس الكلمات مستوى الرابع وإذا ما قلت قبل كده لو أنت مهتم بدراسة الفوكابري في الأنجلش في متقدمة شوية يبقى أنت لازم تتابع الكورس ده زي ما تعودنا ناخد بعض الكلمات بنتعرف على التعريف بتاع الكلمة كمان ناخد مثال توضيحي للكلمة دي ولو الكلمة لها أكتر من معنى بنوضح ده علشان ما طولش على حضراتكم نبدأ على طول أول كلمة معانا وهي بيج معناها يتوسل أو يتسول يتوسل أو يتسول وفرق ما بين كلمة بيج وكلمة بيج بيج يعني كبير أو ضخم بي آي جي لكن بيج يتوسل بي اي جي كلمة بيج في لها معنيين مختلفين عن بعض أول معنى وهو strong request طلب قوي والمعنى الثاني very poor فقير جدا نجل أول معنى هو strong request to make a very strong and urgent request تقديم طلب قوي وعاجل للغاية he begged here to stay he begged here to stay توسل إليها أن تبقى فهنا طلب قوي نجل الميني بتاع very poor فقير جدا to ask someone for food or money because you don't have any أن تطلب من شخص ما طعاما أو مالا لأنك لا تملك شيئا ده المعنى الثاني لبيج بمعنى ثقير جدا she had to beg for money and food for her children she had to beg for money and food for her children كان عليها أن تتوسل من أجل المال والطعام لأطفالها وممكن هنا أقول كمان هي تسولت من أجل المال والطعام من أجل أولادها ممكن أقول هنا كمان هي تسولت هي تسولت ده كده الميني بتاع كلمة beg نيجي لتاني كلمة وهي behalf behalf يعني بنيابة عن أو لأجل بنيابة عن أو لأجل if you do something on behalf of someone you do it for them or instead of them if you do something on behalf of someone you do it for them or instead of them إذا فعلت شيئا نيابة عن شخص ما فأنت تفعل ذلك نيابة عنه أو بدلا من on behalf of the entire company I would like to thank you for all your work on behalf of the entire company I would like to thank you for all your work نيابة عن الشركة بأكملها أود أن أشكرك على كل عملك فأنا هنا أشكرك بنيابة عن الشركة بأكملها أو بدلا من الشركة بأكملها نيجي بعد كده لتالت كلمة وهي belief belief يعني اعتقاد وكلمة belief كمان لها two meanings لها معنين معانا belief كمان لها معنين معانا وهم true أو idea true يعني حقيقة أو idea يعني فكرة نيجي الأول meaning هو true يعني حقيقة when you believe that something is true when you believe that something is true عندما تعتقد أن شيئا ما حقيقي ده معنى belief هنا ده معنى belief هنا تعتقد أن شيئا ما حقيقي it's my strong belief that the public have a right to know it's my strong belief that the public have a right to know فاعتقد القوي أن للجمهور الحق في المعرفة هنا the public يعني الجمهور طب نيجي للمينج الثاني تع idea وهو an idea that you are certain is true an idea that you are certain is true فكرة أنت متأكد من صحتها زي الأتقاد الديني لما أقول all non-violent religious and political beliefs should be respected equally يجب الاعتقادات الدينية والسياسية اللاعنفية بالتساوي نيجي بعد كده لربع الكلمة وهي believe believe يعني يعتقد believe الأول كانت noun ده اسم believe دلوقتي يعني يعتقد ده verb وبناخد من من الفربي ده believe ده فريزة الرب مهم جدا جدا وهو believe in believe in فريزة الرب مهم جدا جدا to be confident that something is effective and right to be confident that something is effective and right أن تكون واثقا من أن شيئا ما فعال أو صحيح he believes in saying what he thinks he believes in saying what he thinks هو يؤمن بقول ما يفكر فيه يجي بعد كده لخمس كلمة وهي belong belong معناها ينتمي أو يتمتع طب كلمة belong كمان معنا لها معناية مهم جدا جدا أول حاجة right place right place المكان الصحيح والمينج التاني المعنى التاني وهو والمعنى التاني هو happy somewhere سعيد في مكان ما نجي للمينج الأولين وهو if something belongs somewhere that is the place it should be in if something belongs somewhere that is the place it should be in إذا كان شيء ما ينتمي إلى مكان ما فهذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه ده مكان الصحيح belong هنا المكان الصحيح بتاع الشيء ده اللي لازم الشيء ده يكون موجود فيه this table belongs in the sitting room this table belongs in the sitting room تنتمي هذه الطاولة إلى غرفة الجلوس معناها ده مكانها المناسب ده مكانها الصحيح طب المينج التاني وهو happy somewhere سعيد في مكان ما to feel happy or comfortable in a situation to feel happy or comfortable in a situation أن تشعر بالسعادة أو الراحة في موقف ما الشعر بالسعادة I spent two years in Oxford but I never felt that I belong there I spent two years in Oxford but I never felt that I belong there قضاية عامين في أكسفورد لكنني لم أشعر أنني أنتمي إلى هناك يعني لم أشعر بالسعادة هناك سادس كلمة معنا وهي belongings belongings ممتلكات أو أمتعة ممتلكات أو أمتعة The things that a person owns especially those which can be carried الأشياء التي يمتلكها الإنسان خاصة تلك التي يمكن حملها I put a few personal belongings in a bag and left the house for the last time I put a few personal belongings in a bag and left the house for the last time وضعت بعض متعلقاتي الشخصية في حقيبة وغادرت المنزل للمرة الأخيرة فينا belongings يعني متعلقاتي أمتعتي في حقيبة وغادرت المنزل إيه للمرة الأخيرة ده معنا belongings . فرق كويس جدا جدا ما بين belong و belongings كده النهاردة تعرفنا على بعض الكلمات المهمة تعرفنا على definition التعريب بتاع كل كلمة وكمان خدنا أمثلة بتوضح المعنى بتاع كل كلمة يارب تكون الحلقة عجبتنا وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر